كان أهل مدينة سدوم أشراراً لا يؤمنون بالله وكانوا يقطعون الطريق ويغضرون بالصديق ويتواصون فيما بينهم بالإثم ولا يتناهون عن منكر وقد زادوا في سجل جرائمهم جريمة لم يسبقهم بها أحد من العالمين فقد كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء فأرسل الله سيدنا لوطاً ليهدي قومه ويدعوهم إلى عبادة الله وحده وينهاهم عن السيئات والفواحش فاصطدمت دعوة سيدنا لوط بقلوب قاسية متكبرة وحكموا على لوط وأهله بالطرد من القرية ولكنه جاهدهم جهاداً عظيماً ومرت الأيام والشهور والسنوات وهو ماض في دعوته بغير أن يؤمن به غير أهل بيته حتى أهل بيته لم يؤمنوا جميعاً فقد كانت زوجته كافرة ولما يأس لوط من هداية قومه بعد أن جرب كل وسيلة ممكنة سأل ربه أن ينصره على هؤلاء المفسدين وأن ينزل عليهم ما يستحقون فاستجاب الله لدعائه وأرسل ملائكته في صورة شبان لا أحسن ولا أجمل منهم إلى أهل هذه القرية الظالمة لينزلوا بها ما تستحق من العقاب وبينما هم في طريقهم لدخول القرية كانت ابنة لوط واقفة تملأ وعاءها من مياه النهر فرفعت وجهها فشهدتهم فسألوها أن تقبلهم ضيوفاً لدى أبيها فأشفقت عليهم من قومها الذين يعتدون على كل غريب وقالت لهم مكانكم لا تدخلوا حتى أخبر أبي وآتيكم وأسرعت إلى أبيها لتخبره فأسرع لوط نحو الغرباء فلم يكد يراهم حتى سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب ثم سأله أن يضيفهم فاستحى منهم وسار معهم يحدثهم بأن أهل هذه القرية خبثاء جداً ويخزون ضيوفهم ويفسدون في الأرض واستمر لوط يسير مع الضيوف حتى دخل الليل على القرية فصحب لوط ضيوفه إلى بيته ولم يرهم من أهل المدينة أحد ولم تكت زوجته تشهد الضيوف حتى تسللت خارجة بغير أن تشعره وأسرعت إلى قومها وأخبرتهم الخبر الذي انتشر بسرعة وجاء قوم لوط له مسرعين ووقفوا على باب البيت فخرج إليهم لوط متعلقاً بأمل أخير فقال لهم اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي حيث ينبغي عليكم إكرام الضيف لا فضحة إلا أن كلمات لوط لم تلمس قلوبهم الجامدة فأحس لوط بضعفه ثم دخل غاضباً وأغلق باب بيته وكان الغرباء الذين استضافهم يجلسون هادئين صامتين فدهش لوط من هدوئهم وازداد الضربات القوم على الباب فتمنى لوط أن تكون له قوة تصدهم عن ضيفه فقال الضيوف لا تفزع يا لوط ولا تخف فنحن ملائكة ولن يصل إليك هؤلاء القوم وأمروه أن يصحب أهله أثناء الليل ويخرج وأفهموه أن امرأته كافرة وسيصيبها ما يصيب الكافرين وأن موعدهم مع العذاب هو الصبح خرج لوط مع أهله في الليل ولما اقترب الصبح جاء أمر الله تعالى فاقتلع جبريل بطرف جناحه مدنهم السبع رفعها جميعاً إلى السماء ثم قلب المدن السبع وهوى بها إلى الأرض وأثناء السقوط كانت السماء تمطرهم بحجارة من الجحيم وهلك قوم لوط ومحيت مدنهم وهلكت امرأة لوط مع الهالكين وانطوت صفحة قوم لوط وسقطوا من ذاكرة الحياة والأحياء ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحدهم من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين كانت زوجة عمران امرأة صالحة ولكنها كانت لا تلد فدعت الله تعالى أن يرزقها ولدا ونذرت أن تجعله متفرغا للعبادة فاستجاب الله دعاءها وشاء أن تلد أنثى فسمتها أمها مريم وطلبت من الله أن يبعد عنها الشيطان كبرت مريم وكانت مثالا للعبادة والتقوى وفي يوم جاءها جبريل عليه السلام على صورة بشر وطمأنها بأنه رسول من الله جاء ليهب لها طفلا ونفخ جبريل في شق ثوب مريم فحملت وامتلأ قلب مريم بالحزن حتى ولدت ورأت طفلها ثم استسلمت للنوم وعندما استيقظت ومشت لاحظ الناس أنها تحمل طفلا وتضمه لصدرها وتمشي به فجاء كهنة اليهود يسألونها ابن من هذا يا مريم فأشارت بيدها لعيسى فنطق بإرادة الله وأخبرهم بأنه عبد الله وقد جعله نبيا فامتلأت وجوه الكهنة بالدهشة كبر عيسى عليه السلام واختاره الله تعالى نبيا وأنزل عليه الإنجيل فذهب يدعو يهود بني إسرائيل إلى الإيمان بالله وحده حتى يرضى الله عنهم لكنهم لم يعملوا بنصيحته وعاندوه وكذبوه ولم يناصره إلا مجموعة قليلة آمنوا به وهم الحواريون كانوا يلتفون حوله ويتعلمون منه وكان كلما ازداد عناد بني إسرائيل وكفرهم أنزل الله تعالى على نبيه معجزات تؤكد أنه نبي من عند الله وليس مثل أي بشر فكان يمسك بيده قبضة من الطين ويشكلها في هيئة طير وينفق فيها فتطير بأمر الله وكان أهل زمانه يفتخرون بمهارتهم في الطب فأعطاه الله تعالى معجزة الشفاء فكان إذا وضع يده على مريض شفي بأمر الله ورغم كل هذه المعجزات ظل بني إسرائيل على الكفر والعناد لكن نبي الله عيسى عليه السلام ظل يدعو حتى آمن الكثير به وزاد أنصاره وازداد اليهود عنادا وكفروا به وذهبوا للملك وحرضوه عليه وقالوا له إن عيسى يطمع أن يصبح هو الملك وسيأخذ الملك منك في أقرب وقت فاغتاض الملك وأمرهم أن يحضروه ليقتله ولما بلغ عيسى عليه السلام أن اليهود يريدون قتله خرج على أصحابه وسألهم من منكم مستعد أن يلقي الله عليه شبهي فيصلب بدلا مني ويكون معي في الجنة قام شاب فنزل عليه شبه عيسى ورفع الله عيسى عليه السلام أمام أعين الحواريين إلى السماء وجاء اليهود وأخذوا شبيه عيسى وقتلوه ثم صلبوه ظن منهم أنه عيسى عليه السلام ولا يزال عيسى عليه السلام حيا ويدل على ذلك أحاديث كثيرة صحيحة للنبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما بل رفعه الله عزيزا حكيما اشتركوا في القناة